السلام عليكم و تحية طيبة مني إليكم جميعا في هذا الفيديو سأحاول إجابة على بعض الأسئلة واللي نتمنى من خلالها يستفيد الجميع معنا في هذه الأجوبة منا فصاعدا مختلف الفيديوهات اللي نقدمهم نقدمهم على هذا الشكل يعني أجوء أسئلة اللي تحطوهم أسفل الفيديوهات نحاول أن نجيب عليها على شكل أجوبة على شكل فيديوهات لذلك السؤال أولا نبدأ مباشرة لا نأخذ بزاف الوقت هذا الأخ سوري سيقول أخي أنا بابا زايد في فرنسا وعنده باسبور حمر ودوب الناسيوناليتي وأنا ادفعت دوسيل تاع ناسيوناليتي وما زال ما أرجع ليش عطي معلومات يا أخي ماذا نقول لك يا سوري بكل صراحة الأب تاعك إذا كان عندك باسبور حمر ودوب الناسيوناليتي مع انتهاء عندك الحق ولكن بشرط الشرط أنه نهار هزل أب تاعك ناسيوناليتي أو هزل الدول الناسيوناليتي يعني تشوف تاريخ للدول الناسيوناليتي هذا الوقت تشوف روح كذا كان كنت مينر في الحالة هذه من حقك لا إشكالة الدول الناسيوناليتي بدون إشكال وإذا كان كنت ماجر في الحالة هذه ما تقدرش الدول الناسيوناليتي نروح الدوزيين بسؤال ثاني خويا جيت الباريس بغيت ندير فرع لشركة قالوا لي يا خصك بطاق إقامة خويا أش ندير أنا عندي فيزا سياحية يا أخي إلكتريك إلكتريك يا أخي إلكتريك إلكتريك اللي قال كيد الهدر هذي دوش موجهوك ومعطوك معلومات صحيحة لأن الجزائريين بدون استثناء عندهم الحق أنهم ينشئوا مؤسسة بفرنسا بدون الحصول على بطاقة إقامة يعني من حقك دير فرع لشركة بفرنسا بدون ما يكون عندك بطاقة إقامة كيد دير فرع لشركة ودير بلان يكون شباب يتعدى الاسمي اللي هو ميل دي سون بشهر وراني وضحت في دي فيديو سابقين وكانت ولي القانا التاعي وتشوف كيفية الحصول على بطاقة إقامة عن طريق مؤسسات تلقى المعلومات اللازمة في هذا المجال ولذلك هذا اللي يعطيك معلومات سأعطيها لك خاطئة والحقيقة أنك من حقك تأسس فرع ولا مؤسسة ولا تنشئ مؤسسة فرع نكمل صحابه هذه صباح الخير الله عاونك أنت تعرق قانون مادة مادة هذه مسألة سؤال ودما نقولها تحية طيبة مني اليكم وصحة صحوركم والله يعطيكم الخير هذه السيدة ولا السيد لحد الساعة ما زال ما حدتش اسكو سيدة وسيدة لأن ما كتبش اسمه منهار درت له فيديو تاعي ومنهار تبعني وهي الدعم في جميع ودير لي كومنتر في جميع الفيديو تاعي ونقولها صحة فطورك وصحة رمضانك وربي يتقبل منك وربي يعطيك الخير وربي يفتح عليك البيبن بحول الله وطبراك الله فيك ونراكم مشكورين على هذا الشيء لراكم دعموا في يبيه طبراك الله فيكم حميدة زيزو الله يكون في عاونك يا أخي سليم أتمنى لك التوفيق ونجح لكن لدي طلب أنا من مدينة وهران وأتعامل مع أحد مختص في مجال المحاربين القدامة وجد لي المرسوم تجنس فرحت لكن قال لي يجب نستخرج شهادة العسكرية الفرنسية لكي نستخرج الجنسية الفرنسية هل هذا صحيح؟ في وجه الله قل لي وشكرا يا أخي حميدة هذا المختص هذا ما هوش أنا نقولك ما هوش مختص لأن إذا كان عندك مرسوم تجنس لا تحتاج إلى الوثائق العسكرية يمكنك طلب الجنسية مباشرة إذا كان عندك الوثائق العسكرية برك فهذه الحالة لازم عليك تطلب أولا مرسوم تجنس أما إذا كان مرسوم تجنس رهبين يديك ما عندك ما تدرب من يكونوا عندك تستعملهم الصح الأساس هو مرسوم تجنس أتمنى لك التوفيق يا أخي هنا قليك سليم إنه ينتظر تعليق بخصوص جيد زوجتي هذا جيد زوجته خالد شابوني عمل جوندي محارف الجيش الفرنسي 15 سنة بما فيها حرب الهند السنية الهندوشين وأكمل عمله سنة 63 يعني بقي في الجيش الفرنسي بعد الاستقلال عاما كمينة ذهب في معظمهم فرنسا هل هذا فيه دليل على وجود مرسوم أو هذا دليل على ركونيتيف أجيبني مشكور أنا قلتك أرسل الاختصارة واريد قلتك أرسل لي وزار الدفاع وهي ترد لك الجواب وتعطيك العناوين الخاصة أرسلت مرة وجبوني لتكال على أحد تخسر دراهم كبار بلا فايدة إذا كان لديك صح و لم تقوم بقوم برسل اللعنوين التي أعطيهم لك أحب تعاوني مريحة عندما رأيك ورسلت مرة أخرى وعطيك العناوين ونقص عليه الطريق وكي يرد لك أعطيهم لك وعندما يكفي أخي خالد أخي خالد وصل 63 عام بعد الاستقلال المهم أن نعمل بعد الاستقلال لمدة سنة كاملة هذا يجب تفاول كبير كبير إن شاء الله ولذلك ما عليك إلا أنك تقدم طلب لحصول على مرسوم المرسوم كما تعقل تعمل عام بعد الاستقلال ما أنت تقدر تلقاه بيرفيت ولا تقدر تلقاه فريزي ريزي ديركسون ناتوراليزاون تعريزي لديك ريسالتين واحدة بيرفيت بريفيرنس ريزي ستطلب لحصول على مرسوم كبير يعني عندما تذهب لحصول على مرسوم كبير وربي يوفقك إن شاء الله ربي يكون معك لذلك لدينا ثاني ماكس ديجاك نطلب الجنسية بتاع جدي من بجاية وهو متوفي وثاني منط من فضلك بعثت إلى الرد قالوا لي عنده الجنسية فرنسية ولكن يمكنك طلب نسخة منها هو الوحيد الذي يمكنه طلبها ولكن هو متوفي هل طريقة الحصول عليهم على العلم هو وجدته مسجل في الجريدة رسمية فرنسية وشكرا لهم هذا السؤال لا أترى كما يجب أن يكون هناك مذرع لأن هذا الشيء أعتقد أنني أضرت عليه أو أوضرت عليه لذلك فيما يخص الناس يبقى حي نوضح لكم بعض المعلومات أي شخص في هذا الوقت أو في وقتنا هذا يطلب الجنسية بعد ما يقول له طلب الجنسية وش يقولون يطلب الجريدة رسمية وشجلوه وخرجوا له أن دكرم الجريدة رسمية دكرية ناتوراليزاة بعد ما يخرج الدكرية ناتوراليزاة يسلمون له شهادة الجنسية وشهادة الميلاد يعني الحالة المدنية وهذا يعني ديرولون انترانسكريبتون في النظر وراهي ساري المفعول إلى يومنا هذا ولذلك إذا كان توفى الشخص معتها الجنسية توفى معه ما يعطوها لوش ولكن الدكرية من حق الأحفاد الزيون دروعة يعني إذا كنتم يكون عندكم واحد ميت جدكم ولا باباكم وعندكم شكي توفيه باللي عنده الجنسية الفرنسية ما لازمش ديروا دوماند ناشونايتي فرانسي ستاعوا لأم سرتفكات ناشونايتي سيكمن كارد إدنتيتي تتمد لصاحبها فقط ما تتمدش لأي شخص آخر ولذلك إذا كان الشخص مازالوحي يقدر يطلب نسخة من الشهادة الجنسية الفرنسية أما إذا كان الشخص متوفي فالأحفاد تاعوا للأبناء تاعوا سكون أبير سكون دي لزايون دروعة يجب عليهم يطلبوا مرسوم تجنس تاعوا تجريد ناتوراليزاسون تاعوا ولكن لا يطلبوا الجنسية تاعوا لأن الجنسية تاعوا لا يبدوها غير الحي وكي يعتبر المرسوم هو عبارة عن شهادة كما يقولون وكي يعتبر المرسوم معادلة للشهادة الجنسية وإذا كما فمتوش هذه النقطة سأقوم بإضافة فيديو إن شاء الله ونوضح لكم على هذا المكان لذلك نكملوا بطبراك الله تعجد هل يمكن أن أجد مرسوم تجنيس كما تتفكر لا تتعلم لا تتعلم في الإجابة يا أخي هل يمكنك أن تجد مرسوم والله العظيم يعني صدقني بالله لأن الأمور تعود إلى قبل الاستقلال يعني أكثر من 60 سنة وربما الشخص الذي تتحوص عليه زيد في 1905 وإذا كان زيد في 1905 وعشرة و15 هذا يزيد كمبليكي للشهز يعني حواجه هل يقعدون لأكثر من 60 سنة وشكون اللي كان حي مازالوا في ذلك الوقت واللي عرف في سكو عندهم واللي عرف في سكو عندهم واللي عرف في سكو عندهم الحل الوحيد أنك تتكل على العرب وكما يقولون تسعة وتذهب تحوص تقدر تجد مكة حتى يجاوبك سؤال هذا واللي يجاوب تقالك تلقى 100% كيف يعني واللي قالك ما تلقى كيف يعني يعني البحث عن المرسوم عبارة عن احتمالات حسب الوثائق بين يديك ترى الوثائق بين يديك على الشخص هذا وترى الاحتمالات هل يوجد الممكن ام لا يوجد الممكن ولكن سؤال مباشر كما هذا والجواب مباشر لم يكن لديه جواب ربي يوفقك ان شاء الله أيضا سلام أخي بغيت نسقسيك جدتي ميتا لديك لديك من المساعدة لانه يجب أن تزال من المساعدة وليس يحصل بحاجة على سبيل المساعدة تزالة عن احتمالات لا يزالة من المتابق من المتابق من المتابق من المتابق إذا كان راحة الولاية أظن لا أظن لأن الولاية مدير لكي تنازل لدزيستمان فيما يتواجد لدزيستمان لأن الولاية فقط لأن الدزيستمان يتواجد في الولاية لذلك الولاية هو الوحيد الذي عنده القرار بيقدر يدير تنازل على الجنسية الفرنسية لأي شخص مهما كانت سافتو لكن الولاية يتواجد في المصنف وإنه كم يتواجد في المصنف وليس قصي لأن الوحيد لا يتواجد في هذا الوحيد سيكون كميلو على مدينه في الأخيرة أقول بصورة مصرحة ، شكرا لك وكما يتعلق لكم ومنون المشروع الذي يبحث عنه لدينا قليلاً سأسأل نفسي قضاء ، سأسأل ، سيطرة ، سيطرة ، سيطرة ، ، سيطرة ، إذا كان صحيح أو صحيح أنه مستمر في الصفورة أو الصفورة ، التخلاص بك فقط على المشكلة من المشكلة من المشكلة هل انتبه على المشكلة إعداد إحدى المشكلة في رحلة العيدة السابق زوجاني لا 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 هذه كيفية لا 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 هذا صحيح إن كان لدينا مؤسس الشخص في المنسيس روايس روايس وينبرأ في الجزر الأنمر وهنا جميعاً ما بها مدرس روايس روايس بمثالة الناس بأنهم يعطي بهمED أعلم كذا وطاب وصاعدةها لا يوجدق التنزير فالصح أعطياء possession التنزير وهو تكون التنزير الأنمر أنّه يبحث أليس روايس 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 أما لأنه سجل ومحطوط فيها كوتيفاتر أو مصن أو كماندا أو مهما كانت لفنكشون تعلقه هذا لا يدل على أنه عنده للماتيراليزاون الأسف شديد يوجد مدام نور لذلك أفضل أن تخذيش بعين الاعتبار على الشيء هذا إذا كان الشيء هذا الذي قاله هارك هذا هذا احتمال جميل توقعته جميل جافي راسيوه جميل تلاقيت معه على كل حال لذلك أقول لك هذا لا يوجد احتمال لا يوجد أي احتمال لديه 0% من الاحتمالات في الشيء هذا أظن أني جاوبت لهذه الأسئلة نتمنى أنكم استفدتم معي وبحول الله اللي عنده أسئلة يزيد ديبوزهم وانا راح ندير دي كابتير ديكران ونجاوب عليهم سؤال ما بعد سؤال بحول الله لذلك اللي يحب يأخذ موعد معي تجور في فرنسا ولا في الجزائر تجدون أسفل هذا الفيديو رقم الهاتف وتجدون أيضا الإيميل لي وين تقدروا التصلوا بيه صحة فطوركم واللي شاف على فيديو وقت صحور قولوا صح صحورك وتحية طيبة مني إليكم جميعا وسلامي لكم وإذا كان استفدتم من هالطريقة في الرد على الأسئلة ماذا بيكم تخليوا لي دي كومنتر با هنقول لي نخدم على هذه الطريقة ونجاوب الناس باللي استطعت إن شاء الله بسلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر